كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة على ان اندية الدوري الممتاز لم تطلب الاستعانة بحكام اجانب خلال المباريات المتبقية من عمر مصابقة الدوري في الاسابيع الخمسة الاخيرة كما يتردد وقال مسؤول الجبلاية انه لن تتم الاستعانة بحكام اجانب في مباريات الدوري المصري كما كان يحدث في الماضي وان الاولوية للحكام المصريين وتحديدا بعد اسناد قمة الدوري المصري بين الاهل والزمالك لحكام مصريين وبالتالي اي طلب سيقدم باستقدام حكام اجانب سيتم رفضه وبناء عليه تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين السلاسي محمد الحنفي وجهاد جريشة ومحمود عشور لادارة مباراة الغد بين الاهل والاسماعيلي ضمن منافسات الاسبوع الـ 29 من مبسابقة الدوري المصري